ترأس رئيس عبدالفتاح السيسي أعملت دورة الحادية والأربعين لللجنة التوجهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي نيباد وذلك عبر الفيديو كونفرنس وخلال كلمته أكد رئيس عبدالفتاح السيسي أن الاجتماع ينعقد في وقت يمر به العمل الأفريقي المشترك بمرحلة دقيقة ترأس السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي عبر تقنية الفيديو كونفرنس أعملت دورة الحادية والأربعين لللجنة التوجهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي نيباد والتي تعقد سنويا للتحضير للقمة الأفريقية وذلك بمشاركة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية الأعضاء في اللجنة وقد ألقى السيد الرئيس كلمة الرئاسة المصرية لللجنة أصحاب الفخامة رؤساء دول والحكومات أعضاء اللجنة التوجهية للنباد السيد موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي السيدة ناردوس بيكيلي المديرة التنفيذية للنباد السادة الحضور لقد تشرفت بناء على ثقتكم الغالية بتولي رئاسة اللجنة التوجهية لرؤساء دول وحكومات وكالة الاتحاد الأفريقي للتنبية نيباد في فبراير 2023 واليوم ينعقد اجتماعنا في وقت يمر فيه العمل الأفريقي المشترك بمرحلة نفصلية تزامنا مع انتاء الخطة العشرية الأولى من أجندة 1963 التنموية المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن الاجتماع ناقش رؤية النيباد التنموية ودورها في تنفيذ الخطة العشرية الثانية لأجندة 1963 كما تحدث خلال الاجتماع كل من رئيس جزر القمر الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي والمديرة التنفيذية للنيباد ورؤساء السنغال وغنية الاستوائية وزامبيا والجزائر ورئيس المجلس الرئاسي الليبي بالإضافة إلى عدد من نواب الرؤساء والوزراء وكبار مسؤول الدول الإفريقية الشقيقة وفي ختم الاجتماع تقدم السيد الرئيس بالشكر لرؤساء دول وحكومات الدول الإفريقية مؤكدا مواصلة العمل لمواجهة التحديات الاقتصادية المتسارعة التي تشهدها القارة الإفريقية ترجمة نانسي قنقر